أخانك المجد أخانك المجد أم أودت بك الضاد أم كان من حولنا بالشر أو غاد أنت الذي تأبى كرامته أن يستحيل ركاما بات يزداد رمتك ألف يد بالسوء طامعة وغالك القوم زهاد وحساد يا موطن الجمع من عرب ومن عجم ومن نصارى لهم شأن وأبعاد شاد الحضارة والتاريخ شاهدنا ويجهد الفضل معتوه ومفساد والآن مع كلمة مكتب العلاقات العامة لمرجعية السيد الصرخ الحسن يتفضل بإلقائها الأستاذ الأكاديمي الدكتور محمد المحمد داوي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَاءُلَاءُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله الأخيار الطيبين الطاهرين الباحث في تأريخ الشعوب يتيقن أن المواقف والاعتصارات التي تكتب سجل الأيام ما يمكث في الأرض وفي أذهان الأجيال كسفر خالد يروي أحاديث الصمود والبطولة والإباء وتنكسر أمام ثباتها كل أباطيل الجهل والظلم والفساد وإن ثورات التغيير والإصلاح إنما تنبعث من واقع الشعور بالمسؤولية التي تلقى على عاتق المصلحين شرعاً وأخلاقاً فيحتم ذلك التصدي للتغيير بغية بناء مجتمع يسوده العدل والمساوات ويرتقي بسلم الإنسانية لصنع الإنسان المتكامل بمقدار العطاء الذي يقدمه للوطن وللمجتمع وكذلك كان الحسين عليه السلام مدرسة الحرية ومنارة الإصلاح ومنهج التغيير في سفر العظماء الخالدين يرتشف من معين مواقفه الأحرار ليعتلوا مجد الموقف والكلمة التي يجابهون بها الطغاة ويتسلقون بها صرح المجد والحرية فنرى المسيح والبوذ والهندوس أو حتى الوجود قد تمثل بمواقف الحسين عليه السلام ليخط بها عنوان المجد في عالم المواجهة والتغيير وهو صراع الخير والشر والنور والظلام والحق والباطل وعلى مر الأزمان والعصور حتى وصل الأمر إلى صراع الظلام الداعشي مع نهج القيم الإنسانية بكل معانيها ولكل معركة سبل وشرائع إن أحسننا سلوكها وسبر أغوارها لكان أمرنا إلى خير وصلاح ولقد أثبتنا بالدليل العلمي والمنطقي بطلان الفكر التيمي الداعشي وانحرافه عن جادة الحق وروح الإسلام الحقيقي وعن قيم الإنسانية وروح التآخي والتآلف بين أبناء الإسلام أو الديانات الأخرى فلم نجد في قاموسهم أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق فعاثوا في الأرض فساداً وتقتيلاً وتشريداً للأبرياء الآمنين في أوطانهم وفكر ومنهج سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله الشريف في ضرورة التصدي فكرياً بل أهمية الجانب الفكري وأرجحيته لعدة أمور منها أولاً القاعدة الشرعية لئن يهدين الله بك رجلاً لهو خير لك مما طلعت عليه الشمس ثانياً النهج القرآن في المجادلة بالحسنى ثالثاً التزاماً بالأمر الإلهي في الأمر والنهي رابعاً علاج أي مشكلة أو آفة يتطلب معرفة أصلها ومنبعها كي يكون العلاج جذرياً خامساً إن ضلالة أي شخص واحد والتحاقه بالخط التكفيري ممكن أن يترتب عليه خسائر فادحة جداً في الأرواح وبالممتلكات سادساً يُحكم أن لا نعين عدونا على أنفسنا بل علينا سلبه كل مقومات القوة وذخيرتها والكل يعلم أن الطائفية والاعتداء على الخلفاء وأمهات المؤمنين يُعتبر السلاح الرئيس والذخيرة الفاعلة بيد الدواعش يُثيرون بها عواطف الناس فيكسبون القاعدة والحاضن والمتعاطفين ويُغرِّرون بالعديد من الأشخاص فيلتحقون بهم فيقع الضرر الأكبر على الأبرياء والخسائر تكون أكبر فعلينا أن نكسر سلاحهم ونجفف منابع وفوق كل ذلك فإن الفساد والإفساد والظلم الذي يحصل على الناس يُهيئ للتكفيريين الكثير من النفوس التي تلتحق بهم ومن هنا كان ولا زال المنهج العلمي المُتبع إن وقوفنا ضد الهجمة الداعشية البربرية واجبٌ شرعيٌ وأخلاقي ولكي تكتمل صورة الدفاع المُقدَّس ولا يُعطي مُبرِّرًا للمُتَصَيِّدين في الماء العكر لابُدَّ من القول أن مضلة الوطن يجب أن تكون هي المُحتَظِنة لكل المُدافعين عن الوطن والمُقدَّسات من أبناء الحشد والقوات المُسلحة ولأنهم في اتجاهاتٍ مُختَلِفة ومشارِبُهم شتَّة ولكي لا نعطي مُبررًا للاتهام بالطائفية أو المذهبية كان الأولى التصدي بإسم الوطنيين بدلًا من المُؤسسة الدينية فلا تُنسب إليها سلبيات الواقع أفرادًا أو جماعات كما كان الأولى إشراك أبناء المُحافظات المُحتلة بالدفاع عن الأرض والعرض وتحريرها من دنس داعش حتى يعرفوا قيمة التضحية ومعنى التضحية وكيفية مواجهة قوى التكفير الإرهابي كما أن الأصح التسمية بإسم الحشد الوطني أو الشعبي أو الجماهيري أقرب لواقع الحال وأدرأ للفتنة وأقدس لعنوان المرجعية من أن يُنسب إليها ما لا يليق من سلبيات وأخيراً نقول نسعى لبناء عراق يسوده الأمن والأمان والإيمان والعدالة فلتتوحد كلمتنا على ذلك والله الموفق الناصر المعين المسدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته